بمناسبة فرقتنا أنا عايز أقول لحضراتكم أنه إن شاء الله يوم 19 ينضم للتشكيلة الموجودة اللي بتتمرن حالياً مع مستر موسيماني معلول وديانج وعلي معلول وقاليو ديانج وجرالدو عشان تكتمل طبعاً وبعد عودة طبعاً الدوليين المصريين يبقى كده السكواد بتاعتنادي الأهلي جاهزة إن شاء الله أنها هتتمرن بقى بشكل جماعي الأول مرة من فترة طويلة من أول ما توقفت النشاط بسبب الأجندة الدولية يعني هتكتمل سكواد بشكل كامل يوم 19 قبل مطش الزمالك مطش نهائي دولي الأبطال ب72 ساعة مستر موسيماني قرر فريق يدخل إن شاء الله معسكر مغلق تطميننا على حالة اللعيبة بتاعتنا والحمد لله يعني كل النجوم اللي كانوا بيعانوا من إصابات سواء كان بقالهم فترة طويلة مثلاً زي ندفد أو يعني إصابات بسيطة الحمد لله تطميننا عليهم وإن شاء الله بإذن الله أوراقنا تكون جاهزة للمباراة الأهم نهائي دوري الأبطال طبعاً إصابة محمد النني كانت خبر مؤسف برضو بفيروس كورونا يا أحمد يعني النني من اللعيبة المميزة جداً في منتخب مصر أو في الدوري الإنجليزي يعني في أرسنل نني من اللعيبة المميزة في أرسنل بصراحة مع منتخب مصر مستاني أشوف نني مستوى النني اللي بيزهر في مجلترة مع جباكشرة في المباراة اللي فاتت مش بس المباراة اللي فاتت يعني أنا بشوف أنه نني اللعيب إمكاناته كبيرة جداً والمفروض أنه من اللعيبة تقيلة جداً جواه المنتخب وبالتالي حجم تأثيره لازم يكون أكبر بكثير جداً من اللي بيديه نني المنتخب مصر مش باتهم اللعب التقصير على الإطلاق ولكن بشوف أنه مستوى الأداء اللي بشوفه من نني في برامير ليج مع الأرسنل مش بشوف زيه مع منتخب مصر يمكن طريقة اللعب يمكن زميله في الملعب يمكن علاقته بالموديل الفني وهنا مش بتكلم على أسماء لكن أنا بتكلم عن نني ومشوار مع منتخب مصر أعتقد أنه محتاج يكون لي إضافة وبصمة أكبر من كده